ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصل معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية إلى جمهورية تركومنستان الصديقة للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سياسة الحياد التعاون الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للحياد التركومنستاني وكان في مقدمة مستقبلي معالي وزير الخارجية سعرة السيد ماتييف بيردينياز نائب وزير خارجية جمهورية تركومنستان وسعادة السفير حسن عبدالله العظب سفير الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المعتمد لدى جمهورية تركومنستان وعدد من كبار مسؤولي وزارة خارجية جمهورية تركومنستان جدير بالذكر أنه في الثاني عشر من شهر ديسمبر عام 1995 وفي دورة اليوبيل الخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة تم إصدار القرار الخاص بالإجماع على منح درجة الحياد الدائم لجمهورية تركومنستان ووفق ذلك القرار فقد أعلنت جمهورية تركومنستان أول بلد محايد معترف به من قبل المجتمع الدولي